بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد وكل عام وأنتم بخير مناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليومني والبركات حلقتنا النهاردة يا جماعة هنتكلم فيها عن العناصر الكبرى والعناصر الصغرى وإيه هي العناصر الكبرى وإيه هي العناصر الصغرى وإزاي تستخدم العناصر الكبرى والصغرى على النبات بطريقة التسمية الصحيحة أو بطريقة الرشي الصحيحة سأم حاجة يا جماعة أنك تبقى عارف الفرق بين العناصر الكبرى والعناصر المتوسطة والعناصر الصغرى عشان تضروري جدا في تسميدك للنبات أو رشك أي مواد من المواد المغزية على النبات اللي موجود عند حضرتك عندنا 16 عنصر غزاء يا جماعة اتكلمنا عليهم قبل كده مهمين جدا لتغذية النبات عشان النبات يكمل دورة حياته أو يكمل مراحل نمو النشطة بتاعته لغاية ما يحصد أو ما لغاية ما حضرتك بتحصد المحصول اللي حضرتك بتزرعهم في البداية يا جماعة عندنا 3 عناصر أساسية اللي هما الأكسوجين والكربون والهايدروجين ودول يا جماعة النبات بيحصل عليهم من الهواء الجوي ومن الماء يعني حضرتك ملاكش يد فيهم ولا أنا ولا أنت ولا أي حد ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدي النبات دي القدرة اللي هو ياخدها من المية ومن الهواء وبيستفيد منها ودول بيشكله تقريبا 92% من تكوين النبات اللي موجود عند حضرتك وال8% التانيين دول الهرس بتاعنا بقى يا جماعة الشغل بتاعنا وبتاعك والبرنامج بتاع المهندس الفلاني والكمويات والكلام ده كله طيب بالنسبة لل13 عنصر غزائي التانيين 13 عنصر غزائي التانيين يا جماعة منهم 3 عناصر أساسية ودي لازم تركز فيهم كويس جدا واللي غالبا معظم الناس يقول لك عليهم A&PK دي يا جماعة 3 عناصر أساسية ومهمة جدا للنبات في جميع مراحل النمو بتاعته من بداية الزراعة وحتى الحصاد ومحدش يقول لك لا أصل البوتاسيوم بنستخدمه في المرحلة الأخيرة بس مرحلة العادة وتكوين الصمار أو الفوسفور مثلا بنستخدمه في مرحلة التزهير بس لا الكلام ده جماعة كلام خاطئ بالمرة والعنصر السمادي له أكتر من دور يعني محدش يقول لك مثلا البوتاسيوم تشغل شغله في التعجيم لا البوتاسيوم له عدة أدوار البوتاسيوم له دور مهم جدا في نقل نواتج عملية البناء الضوئي البوتاسيوم لدور مهم جدا في تكوين جدور الخلوية البوتاسيوم مهم جدا في تكوين بوريتينات البوتاسيوم مهم جدا في عملية التنفس البوتاسيوم لدور مهم جدا في زيارة نسبة السكرات فنركز آه يا جماعة في إن كل عنصر بتلاقي ممكن تلاقي عدة خصائص متعددة للنبات اللي موجود عند حضرتك وبتلاقي بعض العناصر لها الخصائص المتشابهة يعني ممكن تلاقي عنصر لدور في الاستطارة وعنصر آخر لدور برضو في الاستطارة يعني محدش يقول لك النهاردة انت باش مهندس تقولت ان الزنك هو اللو دورف الاسطالة تب بيتا ليه بتقولت الكالسام الكالسام اللو دورف الاسطالة البوتاسيوم اللو دورف الاسطالة الزنك اللو دورف الاسطالة فالعديد من كل العناصر الغذائية اللي موجودة عندنا كل عنصر من العناصر دي له عدة أدوار وله دور إيه أساسي طيب بالنسبة برضو الفوسفور نفس الحكاية يبقى عندنا الأزوت والفوسفور والنيتروجين دول يا جماعة الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم دول التلات عناصر الاساسية او التلات عناصر الكبرى النبات بيحتاجهم بكميات كبيرة في خلال مراحل النمو بتاعته وبتختلف نسبة الازوت عن نسبة الفسفورة عن نسبة البوتاسيوم على حسب مرحلة نمو النبات وعندك عناصر متوسطة اللي هي الكالسام والمغانسيوم والكابريت بقى احنا كده عندنا ايه ستة عناصر منهم تلات عناصر كبرى ومنهم تلات عناصر ايه متوسطة وعندنا سبع عناصر صغرى ونركز ايه يا جماعة في الكلام ده دول العناصر الصغرى عشان ما حدش ناس كتير جدا يا جماعة ما عليش شي مش متخصصة تقولك ايه او مش فاهمة او فلاحين ابطنا طبعا واخوتنا يا جماعة الكبار مش فاهمين يعني ايه عناصر صغرى ولا عناصر كبرى ولا الكلام ده كله فاهم حاجة انك تبقى عارف العناصر النبات بيحتاجة عشان تقدر تدي للنبات العنصر الفلاني في المرحلة اللي هو عايزها بالنسبة للسبع عناصر الصغرى يا جماعة اللي هم الحديد والزنك والمنجنيز كميات قليلة ولكن بيشاهدوا صفة ايه دورية وتركز يا جماعة في موضوع بكميات قليلة ده عشان ما تجهدش نفسك وما تستنزفش الفلوس اللي موجودة مع حضرتك وترجع تقول انا خسرا الموضوع مش رش كده وخلاص ولا ترمي انك انت ترمي اسمدة وخلاص كده في الارض طيب اتكلمنا قبل كده عن طريقة استخدام العناصر الغذائية الصغرى بالذات وقلت لك ازاي تستخدمها حقنا في التربة وازاي تستخدمها المصدر السمادي اللي حضرتك بتستخدمه بمعنى ايه؟ بمعنى النهاردة لو انت عندك ارض مثلا لسه جديدة وارض نسبة الملوحة فاعة عالية والكلام ده كله فانت حضرتك النهاردة عندك اي نوع من انواع اللي بتتحاول بقدر امكان تستخدم المصدر السمادي الصحيح اللي هيناسب التربة بتاعتك ازاي كانت تربة رملية ازاي كانت تربة كالسية اي نوع من انواع التربة والكلام ده يا جماعة هيقول لك عليه المهندس اللي متابع مع حضرتك. هينفع تستخدم هنا اسميلة احرية ولا? هينفع تستخدم هنا اسميلة مركبة ولا? هينفع تستخدم هنا حمد فصوريك ولا? هينفع تستخدم هنا يا جماعة الحديد في صورة ايه يعني نركز اوه في كلام ده. عشان ده مهم جدا في نجاح مشروعك عشان ما تخدش ارض جديدة. وتروح تشتغل سنة. وتيجي تقول ده انا خسرت انا معقدت الشغال وتسيب الارض اا مش مزروعة وتسيب الارض فيها اسعار. فنركز اوه يا جماعة في القصة دي. لو اشتغلت صح من البداية هتلاقي التكلفة معاك قليلة جدا. هتعمل هتستصلح الارض بتاعتك بشكل محترم جدا. وتخلي الارض بتاعتك في خلال سنة او اتنين. لكن الارض بتاعتك دي ما زروعة بقالها اكتر من عشر سنوات. ده بالنسبة للعناصر الصغرى والعناصر الصغرى. في بعض المركبات الاخرى عشان ما نتلخبطش فيها يا جماعة وتركز اوي. الهومك اسد ليس عنصر سمادي. الفولفك اسد ليس عنصر سمادي. دي يا جماعة مركبات عضوية لها ادوار اساسية وادوار مهمة جدا. رقم واحد فيها ان هي بتحسن لك من خواص التربة. بتقلل لك من لوحة التربة. بتقلل لك من بي ايتش التربة. بتيسر لك من المتصل عناصر الغذائية الموجودة في التربة او المسبتة بالتربة تبدأ تاخدها تضمص هذه العناصر على سطح الهومك اسد او الفولفك اسد على حسب الشحنة الكهربائية للعنصر والشحن الكهربائية للمركب العضوي. وبتبدأ تقدمها لنبات في صورة ميسرة للامتصاص او في صورة سهلة للامتصاص. يبقى لهم ادوار هامة مهمة جدا. له دور مهم جدا في الاراضي الكالسية. لهم دور مهم جدا في الاراضي الرملية. في ان هي تجمع لك او تعمل لك تماسك لحبيبات التربة. له دور مهم جدا يا جماعة في التربة الطنية عشان الناس تقول لك ايه? ما تحطش هيومك في التربة الطينية الكلام ده غلط لأ يا جماعة الكلام ده صحيح 100% وما حدش نسمع الكلام حد يقول لك ما تحطش هيومك هيفرق مع حضرتك كتير جدا خاصة لو التربة عمدك من التربة الطينية التئيلة هيعمل لك تفكيك في التربة الطينية التئيلة هيعمل لك احتفاظ بالعناصر الغذائية حوالي منطقة الجزور في صورة ميسرة لمتصاص وهيديك انتاجية عالية وهيديك نبات كوه ويديك مجموعة خضركة ويديك انتاجية عالية ده بالنسبة لخصائص الهومكوي الفولفك بالنسبة للأحماض الأمنية وبعض المركبات اللي حضرتك بتلاقيها في السوق زي الأكسينات والسيتوكانات والجبرنات ويجي قولك لا المنظم نمو الفلاني والنظم نمو الفلاني دي كلها جماعة مركبات تصنع أو تصنع داخل النبات ولكن بكميات قليلة نركز أفضل كمية ده جماعة يعني انت عندك مثلا خمس هرمونات أساسية ومنهم مشتقطهم يعني عندك خمس هرمونات أساسية اللي هما الأكسين والسيطوكينين والجبرلين والأبسيسك أسد والإيسيلين دول يا جماعة الخمس هرمونات الأساسية منهم تلت هرمونات منشطة للنمو وتكلمنا عليهم قبل كده وهرمونين مسبطين للنمو الهرمونات المنشطة للنمو بيدخل تحت بند الأكسينات والسيطو كانت عدة مركبات يا جماعة عديدة يعني النهاردة ممكن تلاقي بعض المركبات اللي احنا بنستخدمها كمنظمات النمو مش مكتوب على اكسين ولكن مكتوب على مركب تاني مشتقات الاكسينات او السيتوكينات فدول اجمعها التلات هرمونات المنشطة للنمو ودول النبات بيصنعهم بداخله بكميات قليلة ولكن احنا في بعض الاحيان لما يحصل عندنا صدمة للنبات او توقف للنمو او اي مشكلة من المشكلات اللي بتحصل داخل او في العمليات الحيوية اللي بتحصل للنبات بنبدأ ندي للنبات دفعة تنشطية من هذه المركبات ولكن بنستخدمها في الصورة الامنة وما تستخدمهش الا تحت اشراف متخصص عشان ما تقلبش مع حضرتك بنتيجة عكسية وخاصة الجبرلين يا جماعة محدش استخدم الجبرلين بشكل منفرد الا بمتابعة متخصص يقول لحضرتك تستخدمه ولا ما تستخدموش على اي نوع من انواع النباتات ده بالنسبة للعناصر الكبرى والعناصر الصغرى وبعض المركبات العضوية وبعض المركبات الهرمونية التي تصنع داخل النبات بشكل طبيعي طيب ازاي بقى تستخدم الان بي كي وازاي تستخدم العناصر الصغرى ديمة جماعة على طول العروة بتاعتك لو انت عايز ترش은 الان بي كي على النبات ترش الان بي كي بس يكون المصدر موسوك في شركة كويسة وترش الان بي كي على النبات في اي مرحلة من مراحل النمو حش اي مشكلة هو تستخدم معدل من اتنين جرام لغير تلاتة جرام على حسب المرحلة العمرية اللي حضرتك موجود فيها وبالنسبة للعناصر الصغرى يا جماعة لو هي في صورة خريط من العناصر الصغرى برضو استخدم معدل 2 جرام الى 3 جرام لو هي خليط من العناصر الصغرى اقصى حاجة 3 جرام واقل حاجة يا جماعة 2 جرام لو هي خليط من العناصر الصغرى طيب لو انت هترشها رشا على الاوراق هتستخدم الحديد بمعدل 2 جرام لكل نبات واستخدم الزنك معدل 1 جرام لكل نبات واستخدم المنجنيز معدل 1 جرام لكل نبات بالنسبة لعنصر البورنا جماعة من العناصر الهامة جدا والضرورية جدا في كل انواع النباتات وما حدش يقول لك البورن لو رشيته بينشف الورق وبنشف الورق ما فيش الكلام ده يا جماعة الكلام ده خاطئ وما تسمعش كلام اي حد يقول لك المعلومة دي فيش حاجة اسمها البورن بيرش بينشف الورق لو البورن بينشف الورق ما كناش رشينا البورن من الاول للاخر والكلام ده يبقى نركز يا جماعة نشتغل بشكل علمي وبشكل عملي صحيح عشان حضرتك في الاخر تاخد انتاجية عالية ما تعدش تشتغل في الفاضي وترجع تقول ده أنا خسرت بكده يا جماعة نكون خلصنا حليتنا النهاردة اتمنى كنت قدمتلكم معلومة مفيدة واتمنى انكم تشيركم في القناة فعال وزر الجرس شكرا لحضراتكم تحياتي